اشتركوا في القناة تم الإطلاع على الدور الذي يقوم به مجلس التنمية الاقتصادية في ترويج لمملكة البحرين في مختلف الأسواق العالمية واستقطاب الاستثمارات المباشرة وخلال اللقاء أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني على عمق الروابط المشتركة بين البلدين الصديقين وحرص الجانبين على رفع مستوى التعاون الاقتصادي بينهما مشيرا معالي إلى العديد من المبادرات الرامية لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين ومن بينها التوقيع على اتفاقيات تشجيع وحماية للاستثمارات المشتركة وتجنب الازدواج الضريبية وأشار معالي إلى أن نتائج المبادرات والجهود المتواصلة عززت من حجم التجارة بين البلدين حتى وصلت إلى نحو ستمائة مليون دولار سنويا مؤكدا أن منح مملكة البحرين لجمهورية تركيا صفة الشريك المعتمد للمركز العالمي لخدمات الشحن البحري والجوي بالمملكة يأتي تعزيزا لشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية القائمة بين البلدين هذا واستعرض معالي الوزير المبادرات التي تناولتها خطة التعافي الاقتصادي في قطاع الخدمات اللوجستية وهي زيادة وجهات الرحلات الجوية إلى أكثر من سبعين وجهة ورفع الطاقة الاستيعابية للشحن الجوي بالإضافة لزيادة الطاقة الاستيعابية في ميناء الشيخ خليفة ومن جانبه رحب سعادة السيد خالد إبراهيم حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بوفد رجال الأعمال التركي مقدما لهم إيجازا عن دور المجلس في مساعدة المستثمرين على تأسيس أعمالهم في مملكة البحرين والفرص المتاحة للمستثمرين الأتراك في المملكة وأكد الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية تطلع المجلس إلى تعزيز أطر التعاون المشترك مع جمهورية تركيا الصديقة مشيرا إلى حرص مملكة البحرين على استقطاب الاستثمارات ورؤوس الأموال العالمية وفتح أفق التعاون المشترك في مختلف القطاعات بما يعود بالنفع على الوطني والمواطنين كما تم خلال اللقاء تبادل الآراء والخبرات واستعراض الفرص الاستثمارية بين الجانبين البحريني والتركي في عدة مجالات النقاشات الرحبة التي استندت على طبيعة العلاقات الوطيدة التي تجمع مملكة البحرين بجمهورية تركيا الصديقة كان قد زاد من رونقها اللقاء الذي جمع رجال الأعمال البحرينيين بنظرائهم الأتراك بحضور وزيري مالية البلدين والذي جاء سريا بعناوين المواضيع التي تم تدارسها والتي ركزت على ضرورة زيادة فرص الاستثمارات والمشاريع المشتركة وأهمية تفعيل مبدأ تبادل الخبرات والإمكانات في مختلف القطاعات الحيوية الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية منها بالشكل الذي يعود بالفائدة العظيمة على البلدين الصديقين وشعبيهما لقد كان اجتماعا مثبرا حيث تم اتخاذ بعض القرارات الجادة من أهمها زيادة حجم التجارة البينية بين البلدين الصديقين والتي هي في الأصل بحدود ستمائة مليون دولار ورفعها خلال أقصى مدة إلى مليار دولار الأمر الذي سيكون بمثابة تحفيز مباشر لأصحاب الأعمال البحرين والأتراك على طاولة واحدة تقابل فيها أصحاب الأعمال ورؤساء المؤسسات والمنشآت التجارية في البحرين والتركيا فمع اختلاف النشاطات والمجالات الاقتصادية التي تم التعريف بها على لسان ممتهنيها من الجانبين طغى على أجواء اللقاء توافق في الرؤى ورغبة واضحة وجدية في شراكة اقتصادية وتبادل تجاري واسع النطاق سيجد طريقه المعبدة عند تنشيط محطات الاستيراد والتصدير بشكل أكبر شاهدت كوكبة من الرجال الأعمال سواء البحرينيين أو الأتراك واللي عندهم علاقات مشتركة ونأمل إن شاء الله تكون شراكات بين البحرين وبين تركيا نشوف أغلبية رجال الأعمال موجودين البحرينين وهذا اجتماع رجال الأعمال والاستثمار الفرص الاستثمارية في البحرين كثيرة وأعتقد هذه من أهم الاجتماعات اللي بتكون بي تو بي ونحن نتأمل إن شاء الله بعد هذا الاجتماع لأنه وانت داخل أشوف ناس كثيرة يعني عندها اهتمام بالاستثمار في البحرين أو في التبادل التجاري من البحرين وتركيا من اللقاءات ضرورية وايد حق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على أساس أنه تتيح فرص حقهم حق التعرف على الشركات من البلدان الجريبة حقنا فهي فرصة يعني وايد مهمة حقهم وحقنا نفس الوقت شكرا عقدنا اجتماعات جدا مفيدة وكان هناك توقيع وهذا أثر إيجابيا على العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين فنحن كمكتب الاستثمار دائما جاهزون لدعم المستثمرين المتواجدين في البحرين والذين يرغبون للاستثمار في تركيا فعندنا الحمد لله خدمات متنوعة بخصوص دعم للمستثمرين ما قبل وأثناء وبعد استثماراتهم في تركيا جلسات بحرينية تركية هادفة عاينت مواطن القوة المالية في كل من المنامة وأنقرة وانسجام اتحدت في أطوره عديد الأولويات الواجب تنفيذها والتي طالت مختلف القطاعات الواعدة كالسياحة والخدمات اللوجستية إضافة إلى الصناعة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات وغيرها ضمن حدود تطابق الرؤى والتعاون الاقتصادي الثنائي جاء اجتماع اللجنة البحرينية التركية المشتركة الذي سيوثق من مسارات الخطوط العريضة لمجمل أوجه التفاهمات التجارية بين المنامة وأنقرة لتشهد الفترة المقبلة نموا ملحوظا في حجم التبادلات التجارية بين البلدين الصديقين لتلفزيون البحرين حميد رشدات